دكتور هل ده بيحتاج تدريب من الجراح؟ لازم طبعا يكون فيه تدريب بس زي ما قلت لحضرتك هي خبرة الجراح عشان يخش يشتغل بالروبوت ده بيتخش فيها خبرته الأديمة أو بس بلاش الأديمة الأساسية خبرته التقليدية الأساسية في الجراحات العمليين هي نفس العملية يعني هي نفس العملية ونفس الخطوات بس بقالة مختلفة بس برضو ده هنا بيستخدام تكنيك مختلف وباستخدام بقى أدوات مختلفة هل ده بيحتاج برضو للجدريب؟ ده نفس الأدوات بس تبقى طويلة شوي يعني بدلا ممقص كأنه منظار يعني بدلا ممقص بيب إيدي بيبقى ممقص طويل علشان يخش في الخرم ويوصل للحتة اللي احنا عايزين وطبعا بيبقى شايف البطن العيني ثلاثي الأبعاد لازم على الجراح طبعا هيستخدم خبروته السابقة ده ده مهمة قوي إنما في نفس الوقت يعرف حيدوس على إيه وحيمسك إيه في الجهاز ده بالذات لأنه كان فيه أجهزة قبل كده موجودة مختلفة عن الموديل الجديد اللي موجود دلوقتي هل بقى القرار بيبقى المين في استخدام الروبواتيك؟ لا في بعض الخالات أشرح لقى إيدك طبعا أي عيان هيعمل أكثر عملات شيوعا زي ما قلت لك والسرطان البوستات عندنا واستقصال الكلاء ولديد أكثرها شيوعا لاستخدام الروبوات واستقصال الغزة اللي فوق الكلا القرار لمين؟ بمعنى أنا كمريض القرار للجراح للجراح مش للمريض؟ لا في بعض أنا سأزن رسح لك في رأي مخالف العيان يعني الأوبشن؟ لا مش قصدي الأوبشن موجود إنك ممكن كده وكده والكاست كده والكاست كده إنما الاختيار الطبي ما بنرمهوش على العيان لأنه ده يبقى ظلم إنه ما يعرف ما قولوش أنت تحبه هو يعرف إيه هو بيدي جايلي عشان أتحمل مسؤوليته فلازم أختار له دي باست زي ما بيقوله إنه محدي له هو الكورة يبقى ده مش مزبوط لأنه مش شغلته دكتور فرق الاختيار لمين؟ لا لازم مشترك احنا طبعا متفقين كل الطب الحديث لازم نشارك المريض وأهله في القرار بنتطرح لهم الحاجة احنا بس طبعا أنا عارف الدولة مهتمة جدا جدا متوفير هذه التكنولوجيا وحتى كنا سيدة وزير المعالي وزير التعليم العالي كان بيكلم على إنشاء مستشفى جديدة في العصمة الإدارية وتجهزة بروبوت جراحي وعارف الدولة مستعدة تصرف قدقية عشان التوفير الصحة لجميع المواطنين بغض النظر عن التكلفة لكن كمان احنا بنطمن الدولة فإن هي الكلام ده هيبقى موفر عن مدى طويل لكن القرار لازم المريض طبعا يشارك فيه هو من حقه ده جسمه ده حكته نشرح له بعض العينين يقولك لحضرك تشوفه أنا مقتنع جايز درجة اتقافته لا تسمح إنما بقدر المستطاع لازم أشارك المريض مختلف دكتور مونجي يعني اعتراض بسيط يعني كمثال آخر يعني خلاص برا الروبوت احنا عندنا مثلا في المسالك جهاز تفتيت الحصوات عن بعد اللي هو بدون منظار وبدون فتح وبدون حاجة يا مهجات تصادمية ده موجود من 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 أنصاف التمانينات علشان في رول او في قانون إن الحصوات الأكتر من اتنين سنتي في حوض الكلى لا تصلح لجهاز التفتيت فممكن يجي عياد بحصه قد كده يقولي أنا عايز عملها تفتيت بتقولي له إيه لا تقول له لأ لا ما ينفعش لكن لا بس في قصة الروبوت هو محتاج يعني يعني دي تكلفة وقرار ممكن يبقى صعب عليه إن هو ياخده فهي دي الفكرة هنا هو نفس القرار الأساسي مدى احتياج المريض للعملية الفلانية بيطارد عليه الاختيارات طبعا مدام هيؤده إلى نفس النتيجة الجراحة أو الروبوت الروبوت مميزاته كذا والجراحة مشاكلها كذا والروبوت مشاكله كذا إنما أهم حاجة إن هو إيه محتاج العملية دي ممكن ياخد الاختيار في الحتة دي بقى اشتركوا في القناة